تحياتي النهاردة هكلمكم عن فكر المعتزلة وسبب تسميتهم بهذا الاسم وأفكارهم ومعتقداتهم المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري اعتمدوا على العقل في تأسيس أفكارهم وعقائدهم هذه الفرقة كانت تقول أن العقل والفترة السليمة قادران على التمييز بين الحلال والحرام بشكل تلقائي وطالما أنك تمتلك عقل راجح فأنت كده تقدر تحدد ما هو الحلال وما هو الحرام دون الحاجة لرجل دين أو أي شخص مهما كانت مكانته لأن الله عندما أعطانا هذا العقل فهو للتمييز بين الحلال والحرام فلماذا تذهب لرجل دين من الممكن أن يكون له غايات معينة ليزعاها بداخلك لا تمثل الدين بشيء وده فعلا موجود في عصرنا الحالي ونطلق عليهم مصطلح تجار الدين إذن نستطيع أن نقول أن أهم معتقد في الفكر المعتزلي هو الاعتماد على العقل والفترة السليمة في الحكم على الأشياء والسبب تسميتهم بالمعتزلة هم سببان السبب الأول هو الاعتزال السياسي الذي قام به مجموعة من الصحابة في الخلافة الذي قام بين علي ومعاوية يعني هم من الآخر كده ما حبوش ياخدوا طرف أحد على حساب الآخر فقرروا اعتزال العمل السياسي ده كان السبب الأول السبب الثاني وهو الأرجح والأقوى كما يقال يعني ويتعلق باعتزال واصل ابن عطاء عن شيخه حسن البصري في مسائل فقهية وفكرية حسن البصري قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن فاصق لكن واصل ابن عطاء لم تعجبه هذه العبارة أو هذا الحكم الفقهي الذي قال به حسن البصري لأن واصل ابن عطاء كان يرى أن مرتكب الكبيرة في منزلة وسطة بين منزلتين لهو مؤمن ولهو كافر وبسبب هذا الخلاف الفقهي الفكري تم تسميتهم بالمعتزلة وفي تلك الحقبة الزمنية كانت منتشرة أفكار الإجبارية والجبرية وإن الإنسان مصير وليس مخير وطبعا هذه الأفكار سعادت على تحجيم دور العقل وتغييب وخاصة إن السلطة الحاكمة في تلك الفترة كانت تتبنى هذا الفكرة لأن بالطبع عند تغييب العقل وتحجيمه يسهل على الحاكم التحكم في العباد وأقدارهم عن طريق طبعا زي ما أطلقنا عليهم تجار الدين الذين ينفذون تعليمات الحاكم بالحرف ويفتون للبسطة بما يتناسب مع السلطة الحاكمة ويقوي حكمهم بالطبع المعتزلة كانوا يرفضون كليا تلك الأفكار التي تنادي بالخضوع للحاكم وعدم إعمال العقل لأن كل ده ضد مبادئهم ومعتقداتهم ولذلك تعاطف الناس مع طيار المعتزلة والكسرين من الناس الصراحة اعتنق أفكارهم خاصة إن المعتزلة كانوا دائما يأكدون على التوحيد وعلى العدل الاجتماعي ضع أحطهم أهمية كبرى لدى الناس واستطاعوا بالطبع من خلال أفكارهم أن يكسبوا أرض واسعة وبالفعل انتسب لهم الكسرين ومن أفكارهم ومعتقداتهم القول بأن الفاصق من المسلمين في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر يعني في الآخر هما أخذوا فكر واصل ابن عطا وقالوا أيضا أن الإنسان مخير وليس مصير وأن الإنسان سيحاسب حسب أفعاله سواء شريرة أو خيرة بواسطة الخالق وقالوا أيضا أن الجنة والنار ستفنيان ويفن أهلها حتى يكون الله في الآخر لوحده فكما بدأ الله الكون لوحده أن ربنا هو العمل الكون لوحده أيضا في الآخرة الجنة والنار وأهلها سيفنيان ليتبقى الله وحده فقط ده فكر المحتزل يعني وكانوا ينادون باستحالة رؤية الله عز وجل بالإبصار يعني دي أفكارهم معتقداتهم أول ظهور للمعتزلة كان في البصرة في العراق ثم انتشرت أفكارهم في بقية البلاد الإسلامية برضو لازم نؤكد على أن المعتزلة اعتزلوا الفتنة ولم ينخرطوا في فتنة مقتل عصمان بن عفان ولا معرقة سفين يعني المختصة المفيد أي حاجة كان فيها دم كانوا بيعتزلوها لأنهم كانوا يحرمون سفك الدماء فأي خلاف كان من الممكن أن ينتج عنه دم أو سفك دماء كانوا يعتزلوا ويعتزلوا العامل السياسي فيه طبعا عندما انتشر الإسلام في بعض البلدان في تلك الحقبة الزامنية فيه ثقافات كتيرة بدأت التعرف على الإسلام فكان الفكر المعتزلي هو الحل لهم لأنه لم يعد منهج النص التقليدي النقل الجامد المعتمد على الحفظ والنقل وعدم الفهم والجمود صالح للتعامل مع تلك الثقافات والحضرات المختلفة لذلك لجأوا للفكر المعتزلي الذي يعتمد على العقل والمنطق والحوار والرأي والرأي الآخر فاستطاع هذا الفكر أن يوجه تلك الحضرات والثقافات يواجه فاستطاع هذا الفكر المعتزلي أن يواجه تلك الحضرات والثقافات المختلفة التي كانت تريد التعرف على الإسلام وفعلا الفكر المعتزلي حقق الكثير من النجاحات والمكاسب معهم واستطاع أن يكسب أرض واسعة له في تلك المناطق إذن نستطيع أن نؤكد على تلك النقطة أن المنهج الجامد الحافظ بدون فهم بدون استخدام العقل والمنطق لم يكن صالحا للجدال أو مناقشة الثقافات الأخرى لذلك كان مذهب المعتزلة العقلاني هو الحل الوحيد ليستطيعوا أن يتناقشوا مع تلك الثقافات والحضرات المختلفة هيا دي أفكار محتقدات المعتزلة أعتقد أن أعطيتكم فكرة كافية عنهم يعني أحب أسمع أراءكم في الفكر المعتزلي مين معه ومين ضد وأتمنى أن حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة قريبا وطاب مساءكم